السلام عليكم ورحمة الله وإهلا بكم حبيبي مرة جديدة الفيديو ده هنشتغل آيس كاب سهل ولذيذ جدا يمشي بناتي ويمشي صبيون كمان الغرزة تنفع اللي اتنين حتى كمان الالوان تمشي اللي اتنين يعني أنا ضد زي ما أنا قلت لكم قبل كده إن الولاد يكون لها الوان أو البنات يكون لها الوان منفصلة اللي في بعض الموديلات البسيطة اللي هي ممكن تبين أو إن هي رجالي أو ولادي والعكس لكن أنا معا إن البنات ممكن تلبس اللبني عادي ممكن تلبس الأصفر عادي مش شرط إن الالوان دي تكون خاصة بالصبيون لوحدها أنا معايا الخيط اللي أنا هشتغل به النهاردة الخيط ده أنا بحب أشتغل به جدا جايبة منه كمية كويسة حتى كمان بحب اللون ده جدا ده إليز لانا جولد هو فيه نسبة صوف فيه 49% صوف والباقي إكليرك خيط فتلته كويسة جدا مش رفيعة أقرب للوسط أو أعلى حاجة بسيطة لأنه 240 متر يعني تعتبر الفتلة وسط شوي ممكن نستعمل معاها إبرة بداية في الآيس كيب ده بداية من أربعة لحد مقاس خمسة أنا هستعمل إبرة مقاس خمسة أهيه ومعايا كمان المقاس عشان أنظف الخيوط ومعايا إبرة التنظيف المعدن وكمان معايا الكورة الفرو اللي أنا هركبها ممكن طبعا إن إحنا نستغنى عن الكورة الفروي دي ونعمل كورة بمبوم من نفس الخيط أنا هحطو لكم لينك لطريقة عمل الكورة دي في صندوق الوصف لو أنتوا حابين تعملوها وما فيش متقافر عندكم كور الفروي دي تمام هنبعد الحاجة كده هنبدأ شغل على طول أول حاجة هناخد المقاس بتاع طول الراس مش دوران الراس دوران الراس ده هناخده المقاس التاني لكن المقاس الأولاني اللي إحنا هنبدأ به الشغل وهو مقاس طول الراس اللي هو بيبدأ من نص الراس بالضبط لحد مثلا نص القورة أو آخر الودن من طبعا بتقيسي كده بالمزورة وبتشتغلي المقاس ده طبعا الايسكاب ده إحنا هنشتغله قطعة واحدة على بعضها وهنقفله فمش هنحتاج مقاس يعني مش هناخد قطر دايرة مش هنشتغل دايرة يعني مش هنشتغل دوران رس دلوقتي أو مش هنبدأه من فوق لتحت إحنا هنبدأه قطعة مستطيلة وهنقفلها على بعض تمام كده أول حاجة المقاس الأولاني اللي أخدناه طبعا آآ يعني أنا هشتغل لسن أنتو هتشتغلوا لسن تاني فمش شرط أنه أنا آآ الطول اللي عندي أو المقاس اللي عندي يكون مناسب للشخص اللي أنتو هتشتغله أنتو مجرد أن أنتو بتاخدوا الفكرة من الفيديو بتطبقوها بالمقاس المناسب عندكم تمام بالمزورة كده بتاخدي الطول بتاع الشخص أو طفل سواء طفل أو كبير اللي أنت هتشتغلي له الآيس كاب آآ من نص الرأس لحد آخر الودن من تحت تمام؟ أهو تمام كده؟ طيب ده الطول بتاع الآيس كاب الآيس كاب ده من الشغل الآيس كابات اللي هي بيت التاني يعني بيكون في زيادة حوالي 5 أو 6 سنطي للتانية اللي فوق يعني تبتزودي على الطول اللي أنت أخدتيه حوالي 5 أو 6 سنطي لو أنت محتاجة أن أنت تتني الآيس كاب ده لكن لو أنت مش هتتنيه مش هيكون في تانية طبعاً أنا هاريكي الشكل في الآخر بيكون عامل إزداء بتشتغلي بتاخدي المقاس الأولاني بس وبتشتغلي عليه مباشرة لكن إحنا هنطول من أول المقاس إحنا خلاص خلصنا المقاس اللي إحنا أخدناه بنشتغل جزء في حدود 5 أو 6 سنطي أو حجم التانية اللي أنت حباه اهو يعني لما الطفل يلبسوا يكون متني كده تمام؟ بص أنا هشتغل الآيس كاب ده بغرزة طبعاً إحنا عارفينها واشتغلناها قبل كده مع بعض كذا مرة وهي غرزة منزلقة وغرزة نص عمود أنا أول حاجة هسيب أول غرزة أنا بياخد ارتفاع النص عمود باخده غرزة واحدة بس أو سلسلة واحدة بس فأنا هسيب أول غرزة وهلف الخيط على الإبرة وهشتغل في الغرزة التانية أو في السلسلة التانية هشتغل غرزة نص عمود تمام؟ هاجي على اللي بعدها هشتغل غرزة منزلقة وبعدين اللي بعدها هشتغل غرزة نص عمود كل ده على السلسلة أهو وبعدين اللي بعدها هشتغل منزلقة هنمشي بالتتابع كده طبعاً أنا مش ماشية بعدد معين مش عدد سلاسل معين العدد اللي يطلع لك حسب المقاس اللي أخدتيه اشتغلي عليه منزلقة نص عمود اهو منزلقة تانية وبعدين نص عمود هنمشي كده على طول غرزة نص عمود واللي بعدها منزلقة وبعدين نص عمود وبعدين منزلقة أنا هكمل السطر كله بالشكل ده وهرجع لكو علشان نبدأ السطر التاني مع بعض ده أنا خلصت السطر الأولاني كله آآ بدأت بغرزة النص عمود وبعدين أنا وقفت عند غرزة منزلقة في الآخر لإني لسه آآ سبت آخر خمس غرز ما اشتغلتهمش ودايماً آخر خمس غرز دول هيكونوا مختلفين معانا شوية تمام كده؟ يعني أنا اشتغلت السطر كله عادي غرزة نص عمود وغرزة منزلقة قبل ما اوصل للآخر بخمس غرز وقفت شغل آآ وقفت شغل على طول وبعد كده هرجع في الخمس غرز دول هشتغل منزلقة بس ادي واحد اثنين تلاتة وأربعة وقادي خامس غرزة تمام كده؟ السطر ده بس اللي هشتغله منزلقة بعد كده هلف الخيط اهو وهرجع تاني على نفس السطر ده بس وأنا شغالة هيكون شغلي كله في الحلقة الخلفية سواء بالنسبة للمنزلقة أو للغرز بتاعتين أنا خدت غرزة ارتفاع بعد كده هاجي على أول غرزة وهشتغل منزلقة يعني الخمسة اللي في الآخر اللي اشتغلتهم منزلقة وأنا رايحة لما رجع عليهم تاني هشتغل برضو منزلقة هدي أول غرزة اهي وقادي التانية التالت غرزة وقادي الرابعة وخامس غرزة كده الخمسة اشتغلتهم منزلقة تمام كده؟ بعد كده هتقابلني الغرزة المنزلقة اللي انا كنت شغلاها اللي هي نهاية السطر بعد ما عد الخمس غرز دول أول غرزة هتقابلني بعد الخمسة هشوفها هي منزلقة ولا نص عمود لو أنا لقيتها منزلقة هشتغل عليها نص عمود لو أنا لقيتها نص عمود هشتغل منزلقة يعني همشي بالعكس فوق المنزلقة هيكون نص عمود وفوق العمود هيكون منزلقة ما ينفعش أبدا إن الغرزتين يكونوا فوق بعض شبه بعض يعني ما ينفعش هشتغل نص عمود فوق نص عمود ولا منزلقة فوقيها منزلقة بيكون ماشية دايما بالعكس فأول غرزة هتقابلني هتكون منزلقة هلف الخيط واشتغل عليها نص عمود وشغلي كله هيكون في الحلقة الخلفية اهو في الحلقة الخلفية او في ال back loop ادي نص عمود اللي بعديها كانت نص عمود هاشتغل فوقيها منزلقة بصوا انا باشتغل فين اقرب لكم اكتر بصوا الشغل اهو اللي جاية نص عمود في الحلقة الخلفية معايا حلقتين اهو شايفين هاجي على الحلقة اللي وراء هدخل فيها وهشتغل نص عمود وبعدين اللي بعديها منزلقة هتكون برضو في الحلقة الخلفية اهو منزلقة وبعدين نص عمود كل شغلي في الايس كاب هيكون في الحلقة الخلفية وبعدين منزلقة اهو نص عمود ومنزلقة هكمل السطر وهرجع تاني علشان اوريكوا احنا ماشيين ازاي اه كده السطر التاني خلص ووصلت لاخره كانت غرزة البداية معايا كانت غرزة نص عمود فانا هختم بمنزلقة الحلقة الخلفية اللي وراء دي تمام اهي منزلقة بعد كده هياخد ارتفاع وهلف الشغل طبعا انا ختمة بمنزلقة فطبيعي ان انا هبدأ بنص عمود علشان اكون ماشية بالعكس كده هلف الخيط وهيجي في الحلقة الخلفية برضو وهشتغل نص عمود وبعدين منزلقة وبعدين نص عمود وبعدين منزلقة اهيه بعدين نص عمود اهي في الحلقة الخلفية اهيه وبعدين منزلقة برضو في الحلقة الخلفية هكمل السطر تاني وهرجع لكم في اخره لكم الملاحظة الاخيرة اللي بعملها في الجزء الاخير ده بتكون عاملة ازاي اه تمام كده انا خلصت السطر التالت اه الملاحظة بقى اللي انا حابة ان انا اقول لكم عليها انا في اول سطر كنت اشتغلت السطر الاولاني وبعدين قفلت منزلقة اخر خمس غرز وبعد كده لما جيت ارجع عليهم رجعت منزلقة اخر خمس غرز طيب ده عملناه في السطر ده رايح جاي طيب احنا كل ما نعمله مرة رايح جاي هنسيب سطر مش هنشتغله يعني انا اشتغلته خلاص اول سطر ورجعت عليه منزلقة لا السطر ده انا خلصت السطر التالت اهو تمام واخر غرزة كانت نص عمود هشتغل عليها منزلقة اهو تمام كده شايفين هقوم سايبة انا مش هكمل شغل عليهم مش هكمل شغل هنا انا هاخد ارتفاع وهلف الشغل تمام وهاجي على اول غرزة خلاص انا سبتهم اهو هاجي على اول غرزة كانت معايا اهي تاني بصوا اهي اخر غرزة اهي كانت نص عمود تمام انا هشتغل عليها منزلقة يبقى طبيعي لما لف الشغل هشتغل عليها نص عمود لان انا دايما بشتغل بالعكس الغرزة النص عمود فوقيها منزلقة والعكس تمام انا خدت ارتفاع هاجي على اول غرزة وهشتغل في الحلقة الخلفية انا سايبة شايفين الخمس غرز اللي هما اه منزلقة انا سبتهم ما رجعتش عليهم او ما روحتش ورجعت هاجي هكمل شغل عادي كأنهم مش موجودين هاجي على اول غرزة وهشتغل نص عمود وهاجي على اللي بعدها وهشتغل منزلقة وبعدين هاجي هشتغل نص عمود كل ده في الحلقة الخلفية هكمل السطر وهاجي لاخر السطر هقفله وهعمل ارتفاع وهرجع تاني اشتغل السطر ده تمام كده زي ما انتو شايفين انا اشتغلت السطرين اه بعد اه خلاص انا سبت المنزلقة دي رجعت تاني بالسطر من غير ما اخد المنزلقة يعني اشتغلت السطر وصلت هنا لاخر ما كملتش منزلقة رجعت ورجعت بالسطر التاني يعني انا اشتغلت سطرين السطر رايح وسطر جاي من غير ما يجي ناحية الخمس غرز المنزلقة دول يعني انا اشتغلتهم اول مرة فأول سطر وتاني سطر جيت في السطر التالت والرابع ما اشتغلتهمش يعني معنى كده ان انا هشتغلهم سطرين يعني عشان انا هوصل للاخر فهرجع عليهم السطرين اللي بعدهم مش هشتغلهم هتجهلهم خالص مش هاجي ناحية الخمس غرز دول هوريكوا طبعا ازاي اهو دول السطرين اللي انا ما جيتش ناحية المنزلقة هاجي على اخر غرزة انا كنت شغلاها منزلقة هشتغل فيها غرزة نصة عمون اهي فوق ايها الشكل بقى معايا زي ما انتوا شايفين كده بصوا قطعة طويلة والحتة اللي فوق نقصة زي ما انتوا شايفين اهي تمام هاجي مباشرة على الخمس غرز منزلقة كأنك بالضبط بتضمي الجنبين على بعض كده هاجي على الخمس غرز مباشرة وهنزل على اول غرزة هشتغل فيها منزلقة وبعدين ادي تاني غرزة وتالت غرزة الرابعة اهي كل ده في الحلقة الخلفية وادي الخمسة اهي خمس غرزة اهي يبقى كده انا اشتغلت الخمس غرز بصوا الجزء ده بقى ملموم ازاي اهو ما فيهوش فراغته وبس بيكون فيه فراغات في الاول مجرد ما بتشتغل المنزلقة وبتلميه على بعض بيتلم وبيكون شكله كويس جدا هاخد غرزة ارتفاع وهلف الشغل هاجي على الحلقة الخلفية برضو والخمس غرز منزلقة طالما اشتغلت عليهم لازم ارجع عليهم طبعا لكن لو انا سبتهم من البداية هرجع عليهم ازاي بارجع على طول من بداية السطر من فوق ادي التانية اهي التالتة اهي طبعا المنزلقة بتكون ضيقة شوية حتى لو انت مريحة ايدك او مقاس الابرة كويس برضو المنزلقة بتطلع ضيقة شوية اهي وادي خامس غرزة تمام كده يبقى انا رحت وجيت عليها وهكمل شغل عادي اخر غرزة كانت نص عمود هشتغل فوقيها منزلقة وكل الشغل زي ما انا قلتلكو في الحلقة الخلفية ادي منزلقة خلاص انا خلصت الخمس غرز وبعدين ادي نص عمود وبعدين منزلقة وهمشي بالتتابع للاخر تمام هوصل للاخر وهرجع تاني وهكمل القطعة دي لحد ما تطول معايا بس المنزلقة اللي في الاخر هشتغلها هشتغلها سطرين ورا بعض وهسيبها سطرين ورا بعض وبعد كده هشتغلها تاني سطرين ورا بعض وبعد كده هسيبها سطرين ورا بعض يعني هشتغل منزلقة الخمس غرز سطرين وهسيبهم سطرين وهكمل الصفوف دي رايح جاي بالتبادل كل غرزة منزلقة فوقيها نص عمود وكل عمود فوقيها منزلقة هكمل القطعة دي للطول المناسب اللي هو المقاس التاني اللي هو مقاس دوران الراس اللي هو بنلف المزورة حوالين راس الطفل او الشخص الكبير اللي احنا بنعمله الايس كاب المقاس ده نفرد مثلا طلع اربعين نفرد طلع مثلا خمسة وخمسين هتشتغل القطعة دي وهتطوليها لحد فوق لحد ما تبقى القطعة مستطيلة بالطول اللي انت اخدتيه اللي هو اربعين سانتي او خمسين سانتي او ايا كان الطول اللي انت اخدتيه انا هكمل القطعة دي للطول اللي انا عايزاه وهرجع لكم تاني علشان اوريكم شكلها بقى عامل ازاي وعلشان كمان نقفلها مع بعض انتوا شايفين كده انا اشتغلت القطعة كلها اا رايح جاي اهو الشكل وصل معايا كده اهو بقت مفروضة من تحت وطبعا الجزء اللي فوق ده ملموم زي ما انتوا شايفين تمام كده خلاص دي اخر غرزة اهو هقفلهم الجنبين على بعض وهنجيب بالابرة طبعا انت ممكن تقفليها بابرة التنظيف وممكن تقفليها بمنزلقة يعني ايه اللي يريحك انا هقفلها منزلقة انا بحب اقفلها جدا منزلقة هدخل هنا هدخل في الغرزة دي اهو اخر غرزة اهي زي ما هي هدخل في الغرزة اللي قصدها بالضبط اهي وهسحب هسحب الحلقة اللي انا شغالة بيها اهو اسحبها كده الجنب التاني كده تمام وهاخد سلسلة عشان هيجي اللي بعديها على طول هشتغل المنزلقة هدخل في الحلقة طبعا الحلقة دي بتاعت السلسلة اللي انا كنت شغالة عليها اول سطر فانا هدخل في حلقة واحدة بس لان هي ليها حلقة واحدة لان التانية انا شغالة عليها الغرزة نفسها فهيكون ده الجنب ده آآ كل آآ كل دخلات الابرة يعني هتكون تحت حلقة واحدة بس الجنب اللي قصدها هدخل تحت الحلقتين مع بعض اهو وهقفل بمنزلقة تمام كده اهو ادي حلقة وادي اللقصدها وهقفل منزلقة هدي حلقة والتانية هقفل بمنزلقة هقفل الايس كاب كله لحد الاخر بنفس الطريقة دي خلاص كده انا وصلت لاخر التقفيل هاي دي الخمسة المنزلقة لمتهم على بعض هاي دي اخر منزلقة هاخد كمان غرزة للتسبيت وكمان هفصل الخيط مستحب طبعا ان انتي ما تفصليش الخيط آآ قوي افصليه على مسافة لان احنا لسه هنركب حوالي تلاتين سانتي كده بصوا اهو كده انا فصلت الخيط بتاع الايس كاب اهو بسحب وبسبت خلاص كده انا كل ده شغالة على الظهر اهو التقفيل اهو زي ما انتم شايفين دي اه المنزلقة اللي انا اشتغلتها شكلها كويس جدا ومش مختلفة عن السطور اهو شايفين تمام خلاص كده احلى حاجة كمان نقول لكم عليها في الايس كاب ده ان انتي ما بتلاقيش فيه ولا فتلة زيادة كل الفتل في الاخر اهي هجمحها مع الكورة وانا بركبها معي قبرة التنضيف المعدن اهي بلضم الخيط تمام ده دي عقد دي الفتلة بتاعت البداية هركنها على جنب باجي بلم الجزء الصغنن ده انتم شايفين جزء صغنن خالص اهو عامل زي الاسورة كده انا بلمه بقى ايه زجزاج كده رايح جاي اهو تمام وبتشدي عشان يتضم على بعضه اهو كده تمام اهو بصوا بقى يتلمس زي اهو بتشدي بقى كده خلي بالك وانتي بتشدي عشان الخيط ما يفصلش منك ممكن يتقطع منك خلي بالك خلاص هي كده لمت اهو وزيادة تأكيد نفضل ايه نعدي كده رايحين جايين نلموهم اكتر بصوا لمت اكتر اهي تمام اهي لمت جدا بعد كده غرزة كده للتسبيت بسيطة بصوا الخيط كله اتبقى اهو بس لازم اكون عامل حسابي برضو بزيادة هفصل هفصل كده اسيب حتة اهو وهفصل على مسافة صغيرة كده الفتل دي طبعا انا مش هدريها بابرة التنظيف انا هدريها وانا بركب الكورة هربطها مع الكورة اهو زي ما انتم شايفين ده كده كل الشغل على ظهر الايس كاب التقفيل والتقفيل اللي فوق كمان بقلب الايس كاب كده اهو بصوا ده التقفيل بصوا عامل ازاي اهو شكله كويس جدا ما فيهوش اي مشكلة خالص اهو ومش مكالكا تمام كده اهو دي حتة بتاعة التقفيل بنخليها وراه اهو تمام زي ما انتم شايفينه اهو ده شكله قبل ما نركب الكورة وكمان انا عاملها علشان يتني بالشكل بقى تمام الخطوة اللي جاية بقى معي اه الكورة الفارو دي انا هركبها للايس كاب اهو هيكون شكله كده اهو هرهولكو كامل اهو زي ما انتم شايفين كده طيب انا عملت كمان الكورة دي انا كنت نوية اركب كورة فارو بس كمان حسيت ان آآ فيه فيه اشكال كده بتبقى الكورة بتاعت البنبون بتبقى لذيزة جدا معاها انا عملت الكورة دي الكورة دي ليها فيديو انا كنت عملت فيديو منفاصل لها حط لكم في صندوق الوصف اه لو انتم حابين تنفسوها بنفس الطريقة انا عملتها من لونين اللون الاساسي بتاع الايس كاب بدخل من جوه الجزء اللي فوق اللي انا كنت لماه بدخل الابرة بطلحها من الناحي التانية اهي شايفين وبعد كده هجيب الفتل اللي هي انا ربطة بيها الكورة وبسحبها فتلة ورد تانية تمام اهو كل فتلة من آآ جزء كده اهو شايفين اهو بسحب الابرة هي بسحب كده واللي بعديها كده بالتتابعة كده اهو ادي فتلة كمان تمام اقل بلايس كاب عشان اسحب من الناحي التانية او من ورا كمان عشان لما اربطها تكون الربطة مصبوطة بحاول اوزع الفتل بتاعة الكورة على آآ الجزء اللي انا آآ بسحبها لجوه منه علشان ما تكونش بتتحرك وتكون جاية بميلة او شكلها مش ظريف في التركيب تمام كده انا كده سحبت كل الفتل اهو بقلبها كده اهو بصوا الفتل طلع اهي بالشكل اللي انتو شايفينه وكمان الفتلة اللي هي عقدة البداية اللي انا كنت بدأ بيها الايس كاب وكمان الفتلة اللي انا نهيت بيها الايس كاب كل الفتل متجمعها في مكان واحد اهو هلموهم كده على على جزئين وهربطهم مع بعض اهي اربطيهم بقى باي طريقة تنسبك المهم منيتي شدي جامد عادي ما فيش مشكلة اهو يعني انا مستعملتش اه ابرة التنضيف في تنضيف اي خيوط خالص لان الايس كاب ما فيهوش اي خيوط انا جمعت الخيوط كلها في جنب واحد ولمتها في الاخر اهي تمام وبالمقص بحاول ان انا اقصر الجزء شوية اهو تمام كده اهو ده شكل الايس كاب اهو زي ما انتم شايفينه ممكن طبعا نعمله الطول المناسب ونعمله من البداية يكون قصير كده ويتلبس من غير ميت تني ممكن كمان ان احنا آآ نتنيه اهو بيكون شكله كده زي ما انتم شايفين كمان هو بيمط اهو اهو ما فيهوش فراغات ولا فيه اي حاجة الغرزة دي لزيزة جدا وبتدفي كمان تمام كده الخطوة اللي جاية هنوزن الايس كاب مع بعض انا معي المزان بتاعي ونشوفه اخد كم طبعا لو انت عايزة تعرفي وزنه آآ صافي لو انت هتركيبي كورة وفاره آآ توزنيه قبل ما تركيبي الكورة علشان تعرفي هو اخد خيط قدقي انا وزنته قبل ما اركب الكورة آآ كورة البنبون آآ لقيت الوزن في حدود خمسة وخمسين آآ جرام الايس كاب ده يكفي آآ من سنة لسنة ونص آآ يعني بياخد تقريبا نص شلة لو انت مش هتعملي الكورة من نفس الخيط طيب لو احنا هنشتغل الكورة او هنشتغلها من نفس الخيط اللي احنا اشتغلنا به الايس كاب او عموما عايزين نعرف وزنها بالكورة اهو اخد تقريبا سبعين جرام طيب يعني لو انا هعمل كورة من نفس الخيط هياخد سبعين جرام شلة الا رابع تقريبا لو انا هركب كورة فاروي يبقى الايس كاب للسنة ده هياخد في حدود خمسة وخمسين جرام زي ما انتم شايفين الغرزة سهلة وجميلة بسيطة خالص شكله شيط جدا في اللبس آآ آآ ممكن تنفزيه باي خيط متوسط عندك يعني مش مستحب الخيط الرفاية على الغرزة دي لانه هياخد منك وقت شوية ممكن تنفزيه بزي ما انا نفسه بلانا جولد او آآ اللي هو البركيوم او ممكن تنفزيه باي خيط من خيط المتوسطة تمام كده اتمنى ان شاء الله ان هو يكون عجبكم وان هو يكون سهل وبسيط بالنسبة لكم وان الشرح يكون آآ لما لكم كل النقط اللي انتم حابين تعرفوها هستنى رأيكم في التعليقات ولو بتشوفوني لاول مرة وما عملتوش اشتراك للقناة دوسوا على كلمة اشتراك او سبسكرايب الموجودة تحت الفيديو وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد من الفيديوهات اللي بتنزل على القناة السلام عليكم ورحمة الله